فبداية كده ايه ابرز المشاكل او العادات السيئة في منظومة المرور في مصر والله المرور ظاهر للعياني يعني الكل بيشوف مشكلة المرور وبيتأثر بها ويؤثر فيها يعني يعني ما بين تعطل وبط في السير دي مشكلة كبيرة جدا ده اهدار للوقت طبعا يمكن في تقدير في دراسك يتعملها اكاديمية البحث العلمي حوالي سنويا 83 مليار جنيه بيهدروا مقابل وقت مهدر بيهدر على المواطنين سنويا ده رقم ضخم جدا في ازمة المرور طبعا سبب فقط فكرة العطلة في الشوارع اه طبعا نشوف المتوسطات العطلة وعدد المتحركين ومستخدم الطرق قد ايه ف83 مليار جنيه سنويا رقم يخض يعني طبعا اعتقد اثناء القيام بالدراسة محدش كما توقع الرقم ده يعني الحوادث المرورو دي بتمثل برضو خطر ومشكلة اقتصادية كبيرة يعني 67 مليار جنيه ده المتوسط برضو بتاع الحوادث المرور حوادث المرور سنويا ده غير الازمة الاجتماعية بقى والنفسية من منه لم يصدم في قريب او غالي او صديق في حوادث المرور يعني بالاضافة طبعا لإهدار الوقود الزائد والتلوث البيئي بالاضافة لهروب الاستثمار عندنا هذه المشاكل العطلة في الوقت كل دي لما نلاقي دراسك توارية كمستثمر يلاقي في النهاية الموضوع مكلف جدا يعني فدي يعني كان دي بسموها الفرص الضائعة فرص الضائعة على مصر بسبب ازمة المرور وقدرت بحوالي 250 مليار 250 مليار سنويا خسائر خسائر الفرص الضائعة بس خسائر يعني فرص ضائعة في السياحة في الاقتصاد فرص كبيرة جدا الإجمالي بتاعهم اعتقد 423 مليار جنيه سنويا كمان ده الإجمالي بتاع الخسائر أزمة المرور ربعمية ربعمية 23 مليار جنيه سنويا الرقم طبعا بيدفعوا الخزانة خزانة مصر ويدفعوا المواطنين هم مواطن طبعا فكان لازم يعني القيادة الساسية كان لها رؤية واضحة وثقبة في الموضوع ده عشان تعمل تنمية لازم تحدي من الخسائر دي بشكل كبير جدا الطرق والنقل والمرور هي أحد ركائز التنمية زي ما حضرتك قلته في التعرير بتاعك فكموضوع لازم يلقى كثير من الاهتمام يعني احنا نتفرج على خريطة مصر قبل 2014 الطرق اللي كانت موجودة مقارنة باللي موجود دلوقتي احنا ما كانش عندنا طرق ايوه كان فيه مشكلة كبيرة جدا في الطرق مشكلة فيه حقيقية في المرور مشكلة في كل التابعية بقى كل ما يدبع أزمة المرور واعتقد ده كان هدف كبير جدا عند الدولة المصرية من 2014 كان تقريبا ترتيب مصر في التقييم بتاع الطرق على مستوى العالم كانت تقريبا الدولة رقم 126 2019 بقى 36 يعني مصر تقدمت 90 مركز لم يحدث اطلاقا على مستوى العالم ان فيه دولة تقدمت هذه الدرجات في هذه الفترة الزمنية الوجزة 2014 ل2019 فقط من 126 ل36 قفزة كبيرة طبعا رغم طبعا واقع الارقام تختلف الفترات الجاية طبعا مشروع قومي للطرق مازال شغال يعني وفيه تحسين للطرق تحسين تمام للشبكة الداخلية احنا تم انشاء 7200 كيلو طرق رئيسية لكن يبقى شبكة الطرق اللي في حدود 30 ألف كيلو اللي هي الشبكة الموجودة القديمة ايو عشان تستوعب الحركة الكبيرة والتدفقات المرورية الكبيرة اللي هتبقى على الشبكة الرئيسية لازم كمان المتفرعات منها تستوعب هذه الحركة دلوقتي بيتم الحمد لله رفع كفاءة هذه الطرق رفع كفاءة محترمة جدا فدي هترفع طبعا التقدير بتاع مصر يعني اكتر طبعا طبعا المتوقف خير الفترة القادمة يبقى فيه كمان انجاز كبير اوي في المجال ده عندنا طرق شريانية عندنا طرق دائرية عندنا طرق عابرة بالاضافة كمان عندك طرق بتقدر تشارك في النقل الدولي اللي مصر نصبها كان منخفض جدا في النقل الدولي واحنا داخلين على مصر داخلة مصر بتجبر بتجبر على المستوى العالمي بقالها كينونة مختلفة خالص تليق باسمه وحاجب مصر فاعتقد لازم عندنا طرق من غير طرق مفيش سياحة مفيش اقتصاد مفيش استثمار مفيش صناعة مفيش زراعة كل ده لابد من موجود محاور للنقل دي البعض كان يتكلم من المنتقدين يعني وحنا نعمل ايه بالطرق الكتير اللي بتتعمل دي فحضرتك دلوقتي بتوضح نعمل ايه بيها هي بتعمل بيها كل حاجة تقريبة يعني مفيش حاجة مفيش معرفة وعلم من غير طرق ونقل وتنقل فيه اهداف كده لانشاء الطرق اهداف قومية اهداف امن قومي اهداف استراتيجية اهداف اقتصادية اهداف اجتماعية سلسلة من الاهداف يعني فمن غير طرق احنا مصر كانت بتشغل اعتقد في حدود 7% من مساحة ارض مصرية المواطنين المصريين بيقيموا على حوالي 7%